نروح للزمالك النهار ده كان فيه أزمة في الاجتماع والتنصيق لمباراة الزمالك ونهار البركان كان موجود الكابتن أحمد سليمان ومسؤوله للتحاد الأفريقي كانوا مصممين أنهم ياخدوا 50% من نسبة الدعوات الخاصة بالمباراة كابتن أحمد سليمان اعترض عدو مجلس دارة نادي الزمالك وغضى الاجتماع غاضبا وغضب كابتن أحمد سليمان كان سببه أنه دارة نادي الزمالك شايفة أنه في مبالغة في النسبة اللي طالبها الكاف وفي نفس الوقت إدارة نادي الزمالك محتاجة أكبر عدد من الدعوات علشان الجماهير اللي ما لحقتش تحصل على تذاكر في هذه المروضة وفي تذاكر خلصت العزمة انتهت بعد ما مسؤوله الكاف توصله مع مسؤولي الزمالك لاتفاق ونسبة الكاف هتقل في الدعوات بس الكابتن أحمد سليمان حاب ياخد موقف حاسم عشان كتير برضو 50% كتير قوي يعني دي مبارات جماهرية خد بال المسؤولين بتوعك وتفاصيل بس مش 50% كتير باي شكرا